تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السهر الرسمي وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 668 قضايا تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغة 570 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 79 طن وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والبيع بأسعار من السهر الرسمي للأرز الأبيض تمضبط 487 طن أما في مجال البيع بأسعار من السهر الرسمي للسلع الغذائية تمضبط 4 أطنان وفي مجال قضايا المخابس تمضبط 668 قضايا من بينها 200 و18 قضية خبز ناقص الوزن و200 و27 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال قضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف تمضبط 5 قضايا بمضبوطات بلغة أكثر من 18 طن ترجمة نانسي قنقر